ضعف أو ضعف في سورة الروم متى تنطق الضاد بالفتح ومتى تنطق بالضب أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد هذه الكلمة في سورة الروم في الآية الرابعة والخمسين هي من الكلمات الهامة التي ينبغي مراعاتها في الرواية وبالأخص في رواية حفص ده كده رقم واحد الآية أولها الله الذي خلقكم من ضعف أدي واحد ثم جعل من بعد ضعف اتنين قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا أدي كده ثلاثة وشيبة لسه الآية لها تكملة لكن أنا أتيت بمواضع الكلمة في هذه الآية يبقى إذن هذه الكلمة جاءت في هذه الآية ثلاث مرات لحفص من طريق الشاطبية وجهان الفتح في حرف الضاد أو الضم في الضاد طيب المقدم في الأداء الفتح وبه ضبطت المصاحف لأنه مقدم في الأداء على الضم ده رقم اتنين ثلاثة لا يجوز للقارئ ما دام الكلمة فيها الفتح والضم لا يجوز ودي ملاحظة هامة جدا لا يجوز للقارئ أن يفتح واحدة ويضم الثانية ويفتح الثالثة أو يعكس فإما أن يقرأ الثلاث بالفتح وإما أن يقرأ الثلاث بالضم إذن يجوز للقارئ من رواية حفص في هذه الكلمة الفتح وهو مقدم في الأداء أو الضم مع مراعاة أن يفتح الثلاث عن الضد أو أن يضم الثلاث ولا يخلط إجمالا من الطيبة أيضا الوجهان لكن على تفصيل ليس هذا محله الآن نعم شكرا شيخانا يعني بالمناسبة عزام المشاهدين كان حدث موقف في صلاة الترويح أن القوى الإمام قرأ بضم الضغط فبعض الإخوة وراءه كانوا يفتحون المصحف فصخحوا له بفتح الضغط فهذه معلومة مهمة جدا بالفعل يعني فضلت الشخالي